وفي مستهل زيارته إلى الأقليم التقى رئيس الوزراء محمد الشيع سوداني في أربيل رئيس الحزب الديمقراط الكردستاني مسعود بارزاني وأكد رئيس الوزراء خلال لقاء حرص الحكومة على التواصل مع جميع القوى السياسية وتحقيق المزيد من التفاهمات بما ينعكس على مستوى الآداء العام في تقديم الخدمات للمواطنين من جانبه عبر بارزاني عن سعادته لجهود الحكومة في الإصلاح كما أكد دعمه البرنامج الحكومي الذي يتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق